مساءكم خير زي ما كنا حالا بنقول ساعات بتفصلنا عن أول صحور وأول يوم صيام وإحنا عارفين كلنا أنه كل الناس التحدي بتاعها أول يومين ثلاثة في صيام وبعد كده الدنيا بتمشي بسهولة جدا وسلاسة لكن كمان فرصة مهمة جدا وإحنا بنتكلم عن شهر الصوم وزي ما كنا بقول حضراتكم كده دلوقتي مصر كلها صايمة مسلميها ومسيحيها كلنا صايمين ففي سؤال مهم أكبر بكتير من فكرة هنأكل إيه على الصحور وهنأكل إيه على الفطار أو مش هنأكل إيه طول النهار وإحنا بنفكر فيه فكرة التفكير في الأكل طول الوقت واحدة من مشاكلنا صدقوني واحدة من مشاكل العلاقات إن إحنا ساعات حتى كل ما نعوز نقابل الناس محبوهم نأكل فهي قصة معقدة جدا ملقي ناس حد يحلها لنا ويفكلنا تفاصيلها العميقة غير الجميلة دكتور شاري نبيل أشتر واحدة حببك في الدايت في الحياة إحنا عدنا نقول مين يقنعنا نبطل أكل دكتور شاري نبيل نورانا دكتور شاري استاذ التغذية عفوا استشاري تغذية العلاجية والأستاذ بكل طب القصر العيني نورانا مبسوط أنك معنا أوي مش عارف أخبي فرحاتي بيك كلوب عند بعضها أنا في الأول دكتور عايز أقولك أو أسألك بما أنك على مدار السنة متخصصي ناس كتير أوي في شهر رمضان في معدلات الخصصان الناس اللي بتخص قدقي لأنه طول اللي إحنا بنسمعه عكس كده أنه بدخل جدا في شهر رمضان في ناس بتحصل مع العكس؟ طبعا بيحصل مع العكس هو بيعتمد هي فرصة كويسة جدا جدا بس لازم نفهم فكرتها عشان نقدر نستفيد بيها هي فكرة الصيام يعني اللي ما بيخصش في الصيام بيعتمد على فترة الأكل بيأكل إيه لكن اللي هيخص كويس قوي بيبقى عرفاه أنت بتتصحر إيه وبتاكل إيه وفي النص ما بتاكل شيء بمعنى إحنا إيه اللي بيخلينا ندخن؟ أو ما بناكل بيحصل إيه؟ أول ما بناكل بيطلع هرمون اسمه الإنسولين ده مسؤول أنه ياخد الأكل يحرق والزيادة يخزنه إذن هو مسؤول عن تخزين الأكل علشان أحرق الدهون أو أنزل لازم أوقف هرمون اللي بيخزن الدهون وده حاصل معنا طبيعي في رمضان عندنا فترة هيلة وفرصة هيلة إن إحنا نوقف أكل وعشان كده بر رمضان بقى من أهم صيحات الموضة في الدايت مثلا هو الانترميتن فاستنج أو الصيام المتقطة بالزبط هو دي بالزبط فكرته دي فكرته هو الصيام اللي بيحصل إيه بقى؟ أما ييجي بقى فترة الأكل لو لازم برضو الأكل ده اللي باكله في هذه الفترة ما يطلعش إنسولين كتير ويبقى ما عملتش حاجة لأنه هيقوم يطلع الإنسولين كتير ويخزن تاني مشكلتنا بقى في الفترة دي نحن كل أنواع الأكل لو إحنا قدرنا ناكل الأنواع والفترات والأكل إيه مع بعضه اللي ما بيطلعش الإنسولين كتير فكل اللي عملته في فترة الانقطاع باخد عليه تاني وزيادة فاطلع تخنان لكن لو إحنا قدرنا نزبط وناستفيد فعلا من فترة الصيام إن إحنا الانقطاع وحتى كروحانية يعني إن إحنا نقدر نعمل إيه أكتر أكل بيطلع هرمون الإنسولين؟ أنا قبل ما نعرف إيه أكتر أكل بقى أنا عايزة أقف عند النقطة دي لأنه فلسفة الثوم أصلا هي فكرة التحكم فما تقوليش إنك هتتحكم 10 ساعات أو 12 ساعة و12 ساعة أو بقية الساعات كله منها فاقد التحكم تماما وعشان كده قبل ما أنا عارف إيه كعيزة تقول أنه أنواع الأكل اللي بتطلع الإنسولين كتير وده سؤال مهم بس عايزة شوق الناس كده الأول التحكم يعني قدرة الناس أنت بتقولتي حاجة مهمة أول أبعرف الناس اللي تنجح في الدايت فقدرة الواحد على التحكم دي في حاجة تثبتها في حاجة أنتم بتقولوها للناس بتعرفوا وتغششوا الناس إزاي يعرف أتحكم في حاجات طبعا بتفرق في قواعد يعني مثلا في العادي لو مش رايح عزومة ولا حاجة اللي أقدر أتحكم فيه أنا عطشان وإحنا عندنا مشكلة كبيرة قوي العصاير والمشروبات الرمضانية وهي عبارة عن ماء بسكر حتى لو عصير طبيعي فبياخد كمية سكر فظيعة جدا جدا بالزبط كده في الأول خالص فدايمن أول حاجة أن لو عطشان عطشانين وهنكسر صيام ممكن تمرية أو مية لكن الصيام ما بيكسرش بهذا كم الهايل من الماء بسكر أيا كان نوعه وفي الأخر ماء بسكر يعني رقم واحد أول دقيقتين في الإفطار بتاع العصير بالزبط اللي وراء عصير وراء خسام وراء عصير وعطشانين فإحنا ممكن نكسر بحاجة بسيطة بس الكمية العطش اللي عندي بتتروي بالمية الفاكهة أو العصايا الفاكهة بتتاكل مش بتتشرب حلوة شربها باخد كمية مهزلة النصيحة دي زمانت ستدايه الحاجة الوحيدة اللي أنا لتزمت بيها انتش بحتاجة حاجة لأنه فعلا قدقيه سعرات في كباية عصير برتقون وقديه سعرات في برتقونة بالزبط لو في حوالي 70-80 حسب حجمها فالهات تعصري 4-5 برتقونة فاندخذنا كده تلتك سعرات اليوم مثلا على الفادي وإحنا لسه ما عملاش حاجة خالص الحاجة الثانية إن إحنا بعد هذه الفترة المعدة عشان توصل إنها شبعد بتعوز حاجتين بتعوز تتميلي كمية عشان نبتدي الهرمونات والإرساء وتعوز وقت فلازم داخد بالنا عشان أكل أكل رمضان لازم أكل أكل بتعمش رمضان يعني عشان أبقى عندي مساحة أعرف أستمتع بالسلموتك ما قلناش مش هنأكل بالضبط كده بس مملاش بقى من ده الأول أكل الأكل هو محدش بيأكله في رمضان بس أكله عشان أكل ده عشان أقدر يبقى عندي مساحة أن يأكل الأكل الرمضاني العادي اللي هو ممكن يبقى معمول برضو بطريقة صحية بس في كل الأحوال لازم أملى المعدة دي وأملى طبقي غير إنه هو مفيد بكمان فوليوم من الصلطة والخضار حتى لو مطبوخ ومتسبك بقى نقيم التسبيكة يعني وقدرنا إنه هو يبقى مني فني بس في الآخر بأخد فوليوم من الشربة أنت قلت أول حاجة الكمية وتاني حاجة الوقت الوقت يعني معركة الاشتباك اللي بتحصل في أول ثلاث دقايق دي لازم تهدى شوي بالضبط يعني بجد بحاجة كويسة قوي إن الواحد يكسر سيوم ويقوم يصلي ويرجع فالتلت ساعة للجسم اللي بيبعت إرسال المخ إن أنا شبعت نكون استهلكناها ننضغ بشويش ناخد الصلطة وناخد بعد كالبروتيين وناخد النشويات بتلاقي إن الواحد ما هجمش على المقليات والسامبوسة كوية وكمية كبيرة والسكريات وفي الآخر ضيع كل اللي استفادوا في فترة الانقطاع والثيوم تفقنا يبا إحنا عايزين كمية نملة الأول بالحاجات التالي نضحك على نفسنا وابعدين وقت وقت خد وقتك بالضبط ما إحنا عايزين نتجمع بقى مع الناس ونرغي بقى والأكل مش فبقك وبراحة نوم بالضبط كده لو أنت فبو فيه بقى خليك في آخر حاجة حلو ده ولو أنت رايح عزومة بقى عارف يعني إحنا بيبقى الشكل مغرق جدا مثلا أنا ممكن ما بقاش محتاج كل ده نقي أكتر حاجات بتحبها عشان مش هنقدر نعمل كل الحاجات كل الأيام في 30 يوم هنجرب كل حاجة بس يعني كل يوم هنقي حاجة أو 2 أنا عايزهم اتفقنا كان في سؤال مهم لازم نستقل له الدكتور شاري عن إيه أنواع الأكل اللي بتزود إفراز الإنسولان وبالتالي وقالت كمان حاجة بوين ما قوي الحاجات اللي ما يقولهاش مع بعضها بعد الفاصل هنرجع نسأل فداء ولسه بنسأل إحنا مش بنسأل عن الدايت في رمضان إيه وحد يزعل خالص هنسأل عن فلسفة الصوم وزي علاقتنا بالأكلة بعلاقة صحية وطبيعية وما نخليش القصد الحقيقي والمعنى القصدي من الصوم يفوتنا بعد الفاصل قسائي لسه نتكلم عن إزاي أنه عقلك يبقى فاهم وواعي لكل التفاصيل من أول أنا بصوم ليه وأنا عايز إيه من الصيام والفلسفة الرؤوحية للصيام اللي كل واحد فينا قادر يلاقي من وراها إجابة على السؤال ده لحد ما عقلك يبقى فاهم الأكل اللي بتاكله ولده شركة لسه بتقول لنا ده فيه أكلات بتزود إفراز الإنسولان وأكلات ما ناكلهاش مع بعض ده دول معلومتين مهمين قوي عادينا عرفهم منك ناكل الأكل الثلاثة أنواع اللي هو ماكرونيوترينز أو الأكل البروتين والنشويات والدهون إحنا عارفين النشويات دايما بالذات البسيطة مرتبطة بطلوع الإنسولين كتير المهمة قوي إن البروتين كمان بيطلع إنسولين كتير المال إيه أقل حاجة الدهون معقول الدهون أقل حاجة مع أنه دايما إحنا فاهمين إن البروتين ده هو اللي أكله في الأمان بروحتي لا خالص بالعكس أكل البروتين بالمعقول بالإحتياجنا في اليوم الواحد قد كف الإيد ده لو إحنا كويسين وسوعة قد كف الإيد إحنا بنبحثين ده لو أكل كل بالعكس تماما بيتخنوا كمان مع دهون يعني كل الألياف بتاعت مهما كان شايفينه خالي من الدهون هو بين الخلايا بين الفايبرز بتاعة البروتين مليان دهون فإحنا ناخد كل أكل كل واحد من دور على فكرة في أكل مش معنى دهون ما بتطلعش يبقى كويسة فيه دهون كويسة ووحشة نشويات كويسة ووحشة وبروتين كويس ووحشة فإحنا بناخد الأكل غير مثير للالتهاب علشان يبقى فالمهم من ده الكمبينيشن أكتر حاجة إنه أما باخد لازم إحنا اتفقنا نبقى فيه خضار خضار أو خضار ودهون عليه الزيوت أو كيف لكن ما بقاش معاه نشويات وبروتين اللي هي الثلاثة مع بعض لو عايزين ناخس لو عايزين ناخس ده هيبقى أما باخد نشوية اللي كانوا بيعلمهون لنا في المدرسة هم عدموننا حاجات كتير غالطة هم المدرسة وده كاترة الدايت تعلموننا حاجات وكل سناكس كتير برضو غلط وكل كتير على مدارة سناكس غلط بالعكس السناكس الكتيرة دي بتطلع الإنسولين فبتخلي الإنسولين طول الوقت عالي عشان كده بزي الوقت جعان بالزبط أنا عمل باكل حاجات قليلة وفاكر نفسي بخسس الهرم ده كان فيه حاجات غلط كل نشويات ودقيق وغلط حتى الهرم كل خضار كل خضار سلطة ألياف نشويات مركبة بروتين كويس زيوت نباتية كويسة مش مهدرجة هو يعني لكن إن أنا أكل حبوب هو القاعدة بتاعت ده حتى فكرة الشفان كل شفان ده صحي ما هو الأكل الصحي هو صحي طبعا بس قد إيه إحنا أول ما بنعرف إن الحاجة صحي بنأكلها بنفترسها آه بنفترس بالصب فهو الشفان 3-4 معالق 5 معالق لكن أنا أعمل شفان بصفة مستمرة لا ما هو ده بيعلي أو في حاجة اسمها جليسيميك لود وجليسيميك اندكس دي حتة مهمة جليسيميك اندكس يعني الأكل ده بيطلع قد إيه إنسولين كل ما الأكلة دي لها رقم كل ما طلعت إنسولين أكتر كل ما بقت وحش بقى رقم الجليسيميك اندكس عايزين نقلل طب ما ممكن بقى أكلة ما بتطلعش كتير بس أنا كلت منها كتير قوي فطلعت كتير قوي فبقت حتى لو هي كلت منها كتير بقت برضو مضرة وبتطلع الإنسولين إنسولين هو المسؤول عن الدهون اللي على الكبد وليس بس السكر والأمراض الدم سوري أمراض القلب اللي إحنا عارفينها أن الدهون اللي في الحوالين محيط الخسر اللي يسمونه الفيسر 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 الدهون الحشوية اللي هو حوالين الأعضاء الداخلية بتاعتنا بالزابط كده دي خطر يا دكتور أبي صح؟ خطر جدا عشان كده إحنا دايما نقول للرجالة لما كرشوا يزيد دي خطر عليه ده أكتر حاجة خطر هي دلوقتي محيط الخسر لأن ده بتدل على تلات حاجات دول وبعدين إحنا كنا فاكرينها الثلاثية الأيضة بس اللي هي أمراض القلب والضغط والسكر تلعب بقى أنها ده مرتبط بحاجات كتيرة جدا زي الدهون اللي على الكبد واللي بقت حاجة كامن جدا أمراض المناعة الاكتئاب والألزهايمر وكل ده لها علاقة قوية جدا جدا بالإنسولين ومقاومة الإنسولين والالتهاب والحد تسمى برين جوت برين أكسس فبقت الحتة دي ما هيش بس الثلاثية لايت عشان كده أن أنا الأبعد عن حاجات اللي بتعلي الإنسولين ده حاجة مهمة جدا واللي عادتي بتقولي ده بالضبط ترجمة لفكرة أنه ناس بعد ما بتنتزم في الأكل بالتزم في الأكل مش عايزة أقول أعمل ده بحس أنها مبسوط انت جيتي بتزيد وحس أنها مش جعان يعني ده سببه التفاصيل اللي عادتي بتقولي بتاعت الزبط الكيميا بتاعت الجسم بقى ده أنت قلتك حاجات مهمة جدا جدا لما بيتكرر السيام لقوا حاجة اسمها الالتهام الزاتي أو الطافج لما تكرر السيام الأول لفترة طويلة أو السيام رمضان فترات كتيرة مدة طويلة بيحصل إيه؟ الجسم ومخادتش حاجات الأكل اللي هو بيطلع الإنسولين كتير والحلويات والجسم بيقدر المخ يبتدي يستعمل الكيتون بودز ويستعمل حاجة غير الجلوكوز بيستعمل ده ويبقى عنده قدرة على الحكم على الأمور والتركيز وأعلى من استخدامه للجلوكوز دايركت فبيبقى أهدى وبيبقى وأسكى وأسكى بالزبط بالزبط لما بناكل بنفصل مش عارفيني أبكر أصلا عشان بناكل الزكريات طلعت ولخبطت الهرمونات تتنكسي إحنا كلنا أكل العادي مش إن أنا صايم بقى 16 ساعة واجبة كإني وأخذ وكل الفطار الصبح عادي قالت كإني دا دا مش هيحصل لي التقل دا مش هيحصل لي بالعكس بعد تكرار هلاقي إن أنا أهدى وحكمي على الأمور أكتر وأحسن الجزء المخ بيستعمل الكيتون بودز أحسن يعني طبيقا على رمضان لو فطرت فطار طبيعي بتاع ناس طبيعية بالميزان اللي قالته داكتور شاري روح بقى صلي التراويح وإنت واعي ومركز وكويس إصهر مع عيلتك وصحابه بتفرج على التلفزيون وإنت مش طول وقت تعبان ومش صحي تاني يوم بنفس الإرهاق كل حلويات بالمعقول حاطر حلويات بالمعقول وبروتين بالمعقول آخر سؤال بقى إحنا وقتنا خلص بس لازم أسألك الجملة الشهيرة بتاعت أنا أبعمل دايت وما بخسش ما تقول لنا سببها إيه أسببها كثيرة جدا لازم نبقى نعرف أصل المشكلة يا إما هي مقاومة إنسولين ولازم دايت عدل يا إما في حاجات زي مثلا الفيتامين دال فيه البكتيريا الحميدة لو مش موجودة والبكتيريا والتوازن جات مايكروبيوم دا مهم جدا يعني نستعمل إيه لو أنا في دلت ملتزم على دايت أسبوعين دا ملتزم مش إن أنا عامل نفسي بعمل دايت هو ما فيش دايت ما فيش حاجة أسبوعية لازم الدايت دا يبقى بتاعك ما تفصل عليك والدايت دا مناسب ليك ولا لأ أنت عندك سترس عندك هرمونات عندك في جزء من الخلايا مثلا اسمه الميتوكوندريا مسؤول على حاجات كتيرة جدا هل في عيب في دا هل في عيب في الهرمونات السترس هل في عيب في جات مايكروبيوم يعني أصل المشكلة حتى دا من ساميه functional medicine أو أصل الحاجة لازم الدكتور متخصص يعرف فين المشكلة بقى يعمل تحليل وهيعرف من الهيستوري بتاعك أنت فين المشكلة وهيفصل لك الدايت وبناء على النتيجة والدايت المتفصل دا هل هيك مقاومة إنسولين هل أنت محتاج تصوم فترة محتاج تاخد حاجات تحسن البكتيريا الحميدة بتاعتك يعني حسب نوع المشكلة دا رسالة مهمة بقى بصراحة مش بس اللي بيعمل أو العحائز يحافظ على صحيته دي في إرسالة من الدكترة يعني الدكتور جلاسة بيدينا ورقة كده لكل الناس دي يعني الله يسمحوا فأحنا بشكر شكرا جزيلا دكتور شاري نبيل استشاري أتغذية العلاجية والأستاذ بكلية طب الأصل عيني نورتنا ده بجو ورمضان جميل وكل سنة وأنتي طيبة وكل سنة وحضراتكم بألف خير إحنا مبسوطين جدا إحنا بمستقبل الساعات الأولى من شهر رمضان الكريم وإحنا معاكم إن شاء الله برنامج التاسعة مكمل معاكم في الموعيد الجديدة اللي اتفقنا عليها بس وزمن الحلقة هيقل شوية لكن نكملين معاكم في شهر رمضان شوفكم إن شاء الله على كل خير